اشتركوا في القناة ولكن اولا اذا انت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات اول باول ايضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لاكبر عدد من اصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف ايضا احنا اضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لالكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فاي حدا حابب يدعم القناة بامكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع هتلاقوه موجود في الوصف اسفل الفيديو ايضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف ايضا اسفل الفيديو وبتمنى انكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف اسفل الفيديو حتفيتكم كتير وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ عنا اولا رح نبتدع بصور الفاعل نقرأ النص الاتي ونتأمل المناقشة التي تليه لاحظوا ان في بعض الكلمات زي كلمة مرت مرت السنوات تحول الى اعظم مخترع وهو يبحث في خزانة والدته لم يدركوا قربهم مر بنا سابقا الجملة الفعلية ولاحظنا ان الفعل يحتاج فاعلا اذا كان لازما وفاعلا ومفعولا به اذا كان متعديا يعني الفعل لازم يكون فيه الو فاعل اذا كان الفاعل فاعل لازم والفعل اذا كان الفاعل متعدي لازم يكون فيه الو فاعل ومفعول به طيب اذا تأملنا الافعال التالية التي توجه شفناها زي الفعل مرة تحول ويبحث ويدرك رح نلاقي انها افعال مبنية للمعلوم واذا اردنا تحديد فاعل كل منها فيمكننا ان نسأل لمن اسندت هذه الافعال او مين اللي قام بهذه الافعال او مين اللي اتصف فيها وبهذا يكون فاعل الفعل مرة هو السنوات يعني ايش اللي مر باحكي عشان نعرف ايش هو الفاعل مرت السنوات ايش اللي مر السنوات فالسنوات هي الفاعل وهو اسم ظاهر ومعرب يعني الفاعل هنا عبارة عن اسم ظاهر انبين امامي ومعرب اما فاعلين او فاعلاء الفعلين تحول ويبحث فغير ظاهرين طيب نيجي لكلمة تحول لو حكينا مين تحول اه لاحظوا انا الفاعل هنا مش موجود عندي في الجملة ولكن في اشي بيدل عليه من الكلام السابق يعني انا ممكن اقدر الفاعل يعني الفاعل هنا بيكون عبارة عن ضمير مستتر مقدر طيب فالضمير او الفاعل هنا غير ظاهر ولانه لابد ان يكون لكل فعل فاعل فان الفاعل في كليهما ضمير مستتر تقديره هو يعني لما يكون الفاعل مش موجود في الجملة وطبعا الفاعل لازم ياخد فاعل ففي هذه الحالة ايش بدنا نسويه؟ الفاعل في هذه الحالة بيكون ضمير مستتر تقديره هو يعني تحول هو يبحث هو بالتقدير طبعا مش موجود الفاعل في الجملة اما فاعل الفاعل يدرك فهو واو الجماعة وهو ضمير متصل التصق بالفعل اما الفاعل يدرك يدركو الفاعل هنا هو واو الجماعة وهو عبارة عن ضمير متصل احنا شايفينه امامنا فبالتالي ايش هنستنتج من هذا الكلام رح نستنتج انه الفاعل وعبارة عن اسم مرفوع اسند اليه فعل مبني للمعلوم ليدل على من قام بالفعل او اتصف به يعني الفاعل بيدل على اللي قام بالفعل او المتصف بالفعل طيب يأتي الفاعل في عدة صور ايش هي صور الفاعل اما اسم ظاهر معرب زي ما شفنا في الفعل الاول مرت السنوات اما او مبني طبعا ممكن يكون معرب او مبني او بيكون ضمير متصل طبعا الضمير هو عبارة عن ضمير مبني اساسا فبالتالي ممكن يكون ضمير متصل زي يدركوا او ادركوا واو الجماعة هنا هي عبارة عن الفاعل او الفاعل بيكون عبارة عن ضمير مستتر نحافظ على المقدسات الدينية مين اللي بيحافظ مش موجود مش مذكور في الجملة فاحنا بنقدره انه تقديره ضمير هم مثلا نحافظه او نحن نحافظه نحن على المقدسات الدينية فهنا الفاعل تقديره نحن ولكن هل هو موجود في الجملة طبعا مش موجود فبالتالي الفاعل له ثلاث صور ممكن يجي فيها نأتي الان الى صور المفعول به نلاحظ الكلمات اللي موجودة عنا وصلتها رسالة المدرسة تتهم ابنها تجاوزت الف اختراع اذا تأملنا الافعال وصل وتتهم وتجاوز نجدها مبنية للمعلوم يعني بتاخد فاعل ومفعول به وتعدت الى مفعول به اي استلزم الامر وجود مفعول به في الجملة الفعلية دل على من وقع عليه الفعل احنا عارفين ان الافعال تنقسم للازم متعدي اللازم ما بياخد مفعول به ولكن المتعدي لازم يكون له مفعول به فالافعال اللي امامنا افعال متعدية يعني لازم تاخد مفعول به طيب ايش باللاحظ هنا باللاحظ ان المفعول به في الفعل وصل هو الضمير المتصل الها يعني وصلتها الها في نهاية الكلمة هي عبارة عن المفعول به لانه لو بدأ احكي من وصل يعني مين اللي وصلت لالها طبعا مين اللي وصل او ايش وصل اللي هي رسالة المدرسة رسالة المدرسة هي الفاعل رسالة المدرسة طيب لمين وصلت وصلت لا الام فبالتالي الها هانا بيعود على الام الضمير المتصل بيعود على الام فبالتالي هو المفعول به وقد جاء متقدما على فاعله الرسالة ونجد ان المفعول به للفعل تتهم هو ابن يعني تتهم ابنها من تتهم تتهم ابنها يعني الايش اللي وقع عليه فعل الاتهام اللي هو الابن فبالتالي الابن هانا مفعول به وهو اسم ظاهر طيب المفعول به للفعل تجاوز هو ألف أو ألفة تجاوزت ألفة أيضا هو اسم ظاهر طيب إيش منستنتج من هذا الكلام أول حاجة أن المفعول به هو عبارة عن اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل وثانيا يأتي المفعول به في عدة صور إما اسم ظاهر معرب أو مبني أو ضمير متصل يعني المفعول به يابي يجي اسم ظاهر معرب ومبني يا إما ضمير متصل فإذا الفاعل ممكن يجي اسم ظاهر معرب أو مبني أو يجي ضمير متصل أو يجي ضمير مستتر بينما المفعول به اللي وقع عليه الفعل بيجي اسم ظاهر معرب أو مبني أو ضمير متصل طبعا لما بدنا نسأل عن الفاعل بنسأل مين اللي قام بالفعل لما نسأل عن المفعول به أو بدنا نعرف المفعول به بنسأل من وقع عليه الفعل طيب في عندي سؤال أو تدريب نعين الفاعل والمفعول به ثم نحدد الصورة التي جاء عليه كل منهما في النص الآتي يعد التجارب الفاشلة التي فاقت 1800 تجربة غير مكتملة النجاح يعد التجارب الفاشلة مين اللي كان بيعد؟ أديسون طب هل هو موجود في الجملة؟ لا فبالتالي التجارب هي عبارة عن مفعول به وهو عبارة عن اسم ظاهر للفعل يعد والفاعل هو عبارة عن ضمير مستتر تقديره وهو الفعل اللي بعدي الفعل فاقت فاقت 1800 تجربة غير مكتملة طيب الفعل فاقت وين الفاعل تبعه؟ ايش اللي فاق؟ اللي فاق اللي هي التجارب طب هل مذكورة في الجملة؟ طبعا لا فبالتالي فاقت الفعل هو عبارة عن ضمير مستتر تقديره وهو أو الفاعل عبارة عن ضمير مستتر تقديره وهو للفعل فاقت طيب فاقت 1800 تجربة غير مكتملات النجاح تعلم منها قواعد ثابتة تعلم مين اللي تعلم؟ هل مذكورة عندي في الجملة؟ طبعا لا بو لكن المفعول به او ايش تعلم؟ مذكور اللي هو قواعدة ثابتة اذا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو اللي هو اديسون تعلمه اما المفعول به قواعدة هو عبارة عن اسم ظاهر فبالتالي حطنا عكا انه اسم ظاهر يبني عليها تجربة او تجربة لاحقة يبني مين اللي بيبني؟ اديسون طب هل مذكور في الجملة؟ طبعا لا فبالتالي الفاعل هانا ضمير مستتر تقديره هو للفعل يبني طيب تجربة هي المفعول به ايش بيبني؟ بيبني تجربة فبالتالي تجربة مفعول به وهو عبارة عن اسم ظاهر فالفشل فرصة وتجربة وهو هزيمة مؤقتة تقودك الى فرص النجاح تقودك باللاحظ الضمير الكاف تقود هي تقود ايش اللي بتقود؟ اللي هي التجربة او الهزيمة المؤقتة هي اللي بتقودك للنجاح فاذا الفاعل اللي هو الهزيمة المؤقتة مش موجود في الجملة طبعا بعد تقوده فبالتالي هو عبارة عن ضمير مستتر تقديره هي اللي هو الهزيمة المؤقتة والكاف اللي موجودة في الفعل تقودك هو عبارة عن ضمير متصل في محل نصب فاعل او نصب مفعول به عفوا فبالتالي الكاف في تقودك هي تنوب عن المفعول به وهي عبارة عن ضمير متصل نأتي الان الى التدريب الثاني نستخدم الكلمتين الاتيتين في جملتين مختلفتين بحيث تكون في الاولى فاعلا وفي الثانية مفعولا به القدس وهؤلاء تناشد القدس ابناءها لنصرتها طبعا هنا القدس عبارة عن فاعل بينما حرر صلاح الدين القدس القدس هنا عبارة عن مفعول به لانه منسأل ايش حرر صلاح الدين حرر القدس يعني هي وقع عليها الفعل اكرم هؤلاء المعلمون طلابهم طبعا هنا هؤلاء عبارة عن فاعل رأيت هؤلاء الطلاب في المدرسة مين اللي شاف انا طب ايش شفيت الطلاب فبالتالي هؤلاء الطلاب عبارة عن مفعول به نعرب ما تحته خط النجاح قد ينتظره في محطات اخرى ينتظر هانا عبارة عن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به باللاحظ هانا انه الفعل المضارع هو فعل معرب يعني فعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة ينتظره طبعا مش مذكور الفاعل هانا بينما الهاء هي عبارة عن مفعول به وهو عبارة عن ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به غمرت بريقة عينيها الدموع يعني غمرت الدموع بريقة عينيها إيش اللي غمر؟ الدموع يعني الدموع هي الفاعل إيش غمرت؟ بريقة عينيها فبالتالي بريقة مفعول به غمرت وعبارة عن فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب يعني تاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب بريقة عبارة عن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره الدموع فاعل مرفوع بالضم الظاهرة على آخره اختار المعلمون طالبين المعلمون عبارة عن فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم طالبين عبارة عن مفعول به منصوب بلياء لأنه مثنى قرأت تلك قرأت أنا تلك لاحظوا أن تلك عبارة عن ضمير أو اسم إشارة في محل نصب مفعول به فبنعربها اسم إشارة مبني على الفتح طبعا أسماء الإشارة كلها مبنية اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أصدقاء العزاء هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا انتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكو كتير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة